اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعالود في حلقة جديدة ومحطة جديدة وبرنامج الحسين يوحدنا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين السلام على ساقي عطاشة كربلاء أبل فضل عباس السلام على سيدي ومولايزين العابدين وعلى السيدة زينب العقيلة وعلى ذلك الركب الذي يحث الخطى ويقطع الصحاري للوصول إلى مدينة كربلاء المقدسة ويكتمل المشهد ويكون اللقاء الأخير في يوم العشرين من صفر في ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه فبالتالي نتقدم إلى صاحب الأمر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وإلى مراجع الدين العظام وإلى دعاة الإنسانية وإلى كل من ينتمي للإمام الحسين سلام الله عليه فكرا وعقيدة بأحر التعازي سائلين المولى جل وعلا يمن علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى سائر بلاد العالم بالأمن والأمان إنه سميع مجيب للدعاء استعدادات الزيارة الأربعينية مثل ما يعرف المشاهد الكريم والمتابع ومن يحضر إلى مدينة كربلاء ويقيم هذا العزاء لا زالت مستعدة وتقريبا انتهت الاستعدادات الكاملة لزيارة أربعينية الإمام الحسين سواء في مدينة كربلاء المقدسة في المدن الباقية رغم وجود حالة استثنائية الآن إمر بها البلد لكن بالتالي شعار الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه سيكتمل بها المشهد في العشرين من صفر فأهلا وسهلا ومرحبا بكل من قدم إلى مدينة كربلاء كل من جاء يعزي السيدة زينب ويستقبل ذلك الركب ويحيي هذه الشعائر التي هي حقيقة لا تعد من العادات ولا أعراف التقاليد ربما بعض المفهومات الخاطئة أو بعض المفاهيم الخاطئة بالأصح إنها تشير إلا أن شعائر الحسين هي عادات وطقوس وثقافة نعم هي ثقافة وهي عادة لكن بالمحصلة النهائية هي طقوس عبادية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إحنا اليوم ارتباطنا مع سيد الشهداء سلام الله عليه وهذه الشعائر التي تعتبر هي شعائر ثقافية تعتبر شعائر عالمية تعتبر شعائر مشذبة ومهذبة ولا يمكن لأحد ولا نسمح أيضا لأحد أن يتعدى على الشعائر الحسينية أو على من يقيمونه أو من يقيم هذه الشعائر بالتالي اليوم ننطلق من مسألة جدا مهمة ولو يعني أنا ما أريد أقحم البرنامج ببعض المحاور النقاشية أحاول أن أخصص هذا البرنامج هو لتغطية الزيارة الأربعينية باعتبار أنه نحن في كل سنة وهذه السنة الخامسة بالتحديد في هذا البرنامج ومن خلال شاشة قناة الإمام الحسين فاللهية وبرنامج الحسين يوحدنا نقوم بجولة عالمية جولة ميدانية لرصد كل ما يجري في شوارع العزاء الحسيني العزاء الحسيني اليوم لا يختصر فقط على أو يختص في الشارع العراقي بل هناك عزاء ممتدل سيد الشهداء في كل أسقاع الكرة الأرضية ما أن يبدأ شهر محرم وتبدأ معالم الحزن لفاجعة كربلا وواقعة الطف حتى ترى أن الكرة الأرضية كلها تستنفر وتقف على قدم وساق لإحياء ذكرى المولى وذكرى استشهاد المولى سلام الله عليه وهذه التقوص وهذه المناسبات في الواقع أيضا لا تقتصر على طائفة معينة يعني اليوم شعائر الإمام الحسين مجالس الإمام الحسين عزاء الإمام الحسين في الشوارع في التكيات في الحسينيات في البيوت وفقط هم الشيعة من يقيمون هذا العزاء بل تجد هناك اختلاف ثقافي واختلاف فكري واختلاف بالهوية واختلاف بالدين واختلاف بالعقيدة لكن كلهم يوحدهم الإمام الحسين سلام الله عليه فبالتالي شعائر الحسين هي ثقافة عالمية ليست ثقافة بيئية أو ثقافة مختصرة على مذهب معين أو شعب معين بل هي ثقافة عالمية وخير دليل على ذلك وخير دليل على أن الحسين سلامه الله عليه هو شخصية مشخصية بيئية أو شخصية مختصرة فقط شخصية عربية أو فقط شخصية مسلمة بل أن الإمام الحسين هو شخصية عالمية بكل تفاصيله وبكل قياساته ومقاييسه وربما عندما نريد أن نستقرأ التاريخ أو نستقرأ الشخصيات الذين التصقوا بالإمام الحسين وتأثروا بثقافة الإمام الحسين نجد أنهم حقيقة يرتبطون ارتباط كبير بثقافات أخرى بشعوب أخرى وأيضا عاداتهم وعرافهم وتقاليدهم ربما تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا بس ألة جدا مهمة يعني هذه القضية تثار عندما يدخل شهر المحرم أو عندما نقبل على زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه نجد هناك بعض الأقلام وبعض الأفواه التي تتكلم حول قضية الشعار الحسينية وقضية المبالغة في أظهار مسألة الجزع على الإمام الحسين أو يعني لماذا يقام العزاء بهذا الشكل أو لماذا هذا الاستنفار للطاقات أو لماذا هذه المواد الاقتصادية أو المواد الغذائية التي تصرف بشكل مثير للدهشة ومثير للانتباه في حين في جانب آخر الكتاب المثقفين اللي يتكلمون عن عادات وطقوس وأعراف المجتمعات الباقية لا تهاجم تلك المجتمعات يعني مثلا اليوم في الهند ديانات متعددة ومساحتهم السكان هي أيضا واسعة جدا لا يمكن لنا أن نقاس بيهم يعني اليوم هم عبروا وبالتالي هي حتى من تسميتهم شبه القارة الهندية عدهم باختلاف دياناتهم باختلاف ثقافاتهم عدهم طقوس وتقاليد وأعراف موجودة يمارسون هذه الطقوس لكن ما شفنا في ديون من الأيام تمت مهاجمتهم أو انتقادهم على ظاهرة معينة في حين لو وضعنا هذه الطقوس وهذه التقاليد في الميزان البشري في الميزان الإنساني تجد أن هناك اعتراض عليها أبسط مثال يعني قضية التبرك مثلا بالحيوانات أو بفضلات الحيوانات هذا مثال من الأمثلة مع العلم إحنا ما لنا علاقة بالناس الناس أحرار في اختيار طقوسهم وما يقومون به ولا نعترض عليهم شريطة أن لا يتجاوز على مثل ما نحترم الآخر على الآخر أنه يحترمنا وكذلك باقي الفعاليات والمناسبات التي تقام في الدول يعني وهي كثيرة حقيقة ما أريد أمر عليها وأشغل البرنامج بيها لكن من باب التذكير يعني مثلا هناك يوم خاص في دولة من الدول الأوروبية للتعري يخرجون رجال ونساء ويقومون بخلع الملابس ويقفون في الشوارع والطرقات ويصلط عليهم الإعلام وبالتالي تكتب عنهم أشكال وألوان الكلمات بالمديح وبأنه هذه حرية تعبير وهذه جانب إنساني وهذه الناس من حق أنه تمارس هكذا تفاصيل أيضا مسألة أخرى ومسألة ثانية هي ما يجري في إسبانيا يعدهم عيد من الأعياد يسمونه أو يوم من الأيام يسمى بيوم يعني ترجمة وفهمة هكذا أنه يوم لجني محصول الطماطة وبالتالي يقومون بالتقاذف والتراشق وتشوف الأمة محترقة يومهم وأيضا ما حد يتعرض عليهم ولا واحد ينتقدهم ولا واحد يقول يا بأنتوا قاعد يسون وهذا بيهدر للاقتصاد وهذا بيهدر لهذا المحصول الزراعي وتشوف ناس بالآلاف ربما حتى بالملايين يمارسون هذه الممارسة ولا أحد يتجاوز عليهم لكن عندما تصل القضية إلى مسألة سيد الشهداء تشوف الأقلام تحد اش دعوه هل قدوا الطبخون واش دعوه هل قد تمشون وليش هيش تلطمون وأنا هسا ما أعرف بالضبط حقيقة هذه الفلسفة أنك تحترم الآخر والمشكلة أنه الأقلام التي تحدهم من أبناء جلدتنا يعني أما يكون عربي أو يكون مسلم أو يكون من أبناء المذهب طيب أنت من جانب تحث الناس على احترام الشعوب وثقافات الشعوب وتقاليد الشعوب وعادات الشعوب ولا تقبل ولا تسمح بالتجاوز عليها لكن لما تجي يمي تختلف الدرجة أو يختلف ويكون المسار بانحراف بزاوية 180 درجة أنت تنقلب علي طيب يعني ليش هذه الإزدواجية بالتفكير ليش هذه الإزدواجية بالثقافة هذه أتمنى أنه نغادرها يعني لا نكون أقلام أو ألسن نجلد بعضنا البعض وهذا الجلد مع شديد الأسف يحدث أو يتم في مواقع التواصل الاجتماعي يعني اليوم تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى بين هلالين إلى عركة بين من يؤيد وبين من لا يؤيد وبالتالي حقيقة يعني هذه نوع من أنواع الشرذم الثقافية اللي ما نتحببها أو ما نتمنى أنه تحدث وتكون في بياناتنا يعني يكون هذا التقاطع علينا أن نحترم بعضنا البعض شريطة أن لا يسيء أحدنا إلى الآخر يعني مثل ما أنا اليوم ما أسيء لك أنت ما أقبل سيء لي ما أقبل أنه تتجاوز علي أو تلعب بمقدراتي أو تريد حرف مسار العقادي أو حرف مسار الثقافي أو الإنساني أو أي نوع من هذه الأنواع فبالتالي هذا ما حبيت أنه أوضح وأمر علي مرور الكرام قضية أخرى أيضاً راح أبدي معاها وأبدي مثل ما تعودنا في كل موسم وفي كل سنة تكون معا أو يكون عندنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تلتقط من هنا وهناك في زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه لغرض التوثيق ولغرض الأرشف ومرة ثانية أو ثالثة أكد على مسألة جداً مهمة الأجيال تحتاج إلى تاريخ الأجيال تحتاج إلى توثيق الأجيال تحتاج إلى حفظ لتراثها وحفظ لطقوسها وأعرافها وعاداتها وتقاليتها وبالتالي إحنا اليوم أمام فرصة تاريخية كبيرة لأرشفت كل ما يجري في شوارع زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه سواء في كربلا أو خارج كربلا في المحافظات العراقية أو البلدان الأخرى سواء كانت عربية أو غير عربية مسلمة أو غير مسلمة علينا أنه نلتقط كل ما يجري في هذا الشارع وبالتالي نوثق هذه التظاهرة نوثق هذه الحشود المليونية نوثق هذا الكرنفال للإنسان الكبير الذي لا يمكن له أن يقام ويجري في دولة غير العراق وبالتحديد لا يجري في محافظة إلا في شوارع مدينة كربلا المقدسة لأنك اليوم بصراحة ما راح تلقي هذا يعني هذا الاختلاف اللوني هذا الاختلاف الطيفي هذا الاختلاف الفكري هذا الاختلاف الثقافي هذا الاختلاف الديني إلا في زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه يعني ما شفنا إحنا مثلا طقوص دينية تقام مثلا في الهند أو تقام في أمريكا لطائفة من الطوائف واشتركت الديانات الباقية في هذه المناسبة إلا في زيارة أربعينية الإمام الحسين وهذا دليل واضح على أنه رسالة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين ليست لشعب معين أو لطائفة معينة أو لديانة معينة بل وحدة بدمائه الطاهرة وحدة في ذلك اليوم المأساوي كل هذه الثقافات كل هذه الأطياف وبالتالي تلاقحت ووصلت إلى الذروة بفضل دماء سيد الشهداء سلام الله عليه فبالتالي عدنا مجموعة من الصور وبعدها ننتقل إلى المواد التي تم رصدها وتم إرسالها عن طريق مواقعنا وبالتحديد عن طريق الصفحة الرسمية والرئيسية لقناة الإمام الحسين الفضائية في موقع الفيسبوك وأنوه بإمكان كل الأخوة والأخوات المساهمة والمشاهدة أيضا يعني من يشاهد هذا البث الفضائي عن طريق شاشة الإمام الحسين فبها ونعمة من لم يستطع فبإمكانه الدخول على موقع الفيسبوك ومشاهدة الحلقة بالكامل وأيضا في المواقع الباقية في المواقع الإلكترونية الباقية وبالإمكان المساهمة ومشاركة معنا عن طريق جسور المحبة جسور الود جسور التواصل الحسيني جسور الأربعينية اللي هي هواتف البرنامج اللي راح تكون ظاهرة في أسفل الشاشة أكتفي بهذا القدر وأروح إلى المادة الأولى وأنوه بإمكان كل الأخوة كل الأخوات المساهمة والمشاركة معانا في هذا البرنامج عن طريق جسور المحبة جسور الود وأرقام البرنامج اللي ظاهرة في أسفل الشاشة أروح إلى الصور والصورة الأولى حقيقة خلي نعرضها وخلي نشوفها مع المشاهد الكرام وبعد ذلك نرجع نعلق عليها سجاد أعرض للصور الرقم واحد وخليها إلي بالجو هذه الصورة تعود لفترة زمنية غادرناها أرجع ليها سجاد خلي أتكلم عنها العراق وخارطة العراق وبالتحديد الشعب العراقي مر بفترات زمنية عصيبة جدا مر بفترات زمنية لا يمكن لها أن تقاس بأي مرحلة من مراحل الدول الباقية يعني إحنا بسبب الأنظمة المتعاقبة والأنظمة القمعية اللي حكمت هذا الشعب بالنار وبالقتل وبالدم ساهمت ساهم حكومها بجزء كبير من تغييب واقع ثقافي ديني وواقع ثقافي اجتماعي ومن هذا الواقع ساهم بطمس معالم شعائر الإمام الحسين ومن ضمن هذه الشعائر هي زيارة أربعينية الإمام الحسين وأعتقد الأجيال اللي ما وعدت على ذاك الوقت بإمكانها اليوم أن تسأل آباءها يعني مثلا إحنا عندنا ولادات من ولد مثلا في عام 1995 ووصولا إلى الولادات اللي هم اليوم في عمر الشباب يعني الـ 2000 2001 2002 ذول الناس ما وعوا على ذاك الزمن وبالتحديد على الحكم البعثي القمعي وصلهم عن طريق من وصلهم عن طريق موقع خطر جدا هو مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك بالتالي صارت أكو بعض الجهات لعبت على وتر جدا مهم ربما يكون هذا الوتر سياسي ربما يكون هذا الوتر قومي وصنعت هالة إعلامية كبيرة لذلك النظام وعلى رأس ذلك النظام وتناست حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبها النظام يعني اليوم السجون كانت تغص بالشباب الأراضي كانت تغص بالشباب حولوا الشباب العراقي إلى طعام وحولوا الشباب العراقي إلى مادة قسم منها تثرم للأسماك وقسم منها تبات تحت الأرض فلذلك نلفت عناية شبابنا العزاء أنه ترى العراق مر بفترات عويصة جدا ومر بفترات مليئة بالدم ومر بفترات حقيقة لا يمكن لبلد ثاني أن يمر بيها وخصوصا في زمن النظام الباعد وكلنا نعرف حجم منعه وحربه على شعار الإمام الحسين ومنها زيارة أربعينية الإمام الحسين فبالتالي هذه الصورة هل سجاد رجع لي عليها ترى مجموعة من الشباب يسلكون الطرق النيسمية والطرق الزراعية وأعتقد اللي عاصر هذه الفترة يعرف بشكل جيد أن أصحاب أو أهالي الأراضي الزراعية كانوا يعملون كأدلاء بعيدا عن عيون الدولة وبالليل يشعلون مشاعر خاصة وإحنا شفناها وأنا من الناس يعني صرت أيضا في هذه الطرق يدلون أنه خلوا ببالكم هذا الطريق خلوا ببالكم هذا الطريق لأن تعرف دينية ليل وأنت لما تسير في منطقة مو منطقتك يعني إحنا في بعض الأحيان في أحياننا ممكن هسا أنت تروح مسير على أحد أصحابك أو أحد أقاربك تشوف أكو تغيير بالحالة الجغرافية يعني هذا اليوم البيت ما كان مبني وراء شهر ممكن أنه نبنى غير ملامح المنطقة فما بالك أنت تمشي بمنطقة زراعية منطقة زراعية لا تندلها ولا عندك أحد بها ولا عندك عرف بها وربما حتى ما عندك عشيرة بها فبالتالي تحتاج إلى دليل فأصحاب الأراضي الزراعية أبناء العشاء العراقية الأصلاء العراقيين اللي العراقيين مرت بهم فترات حقيقة يعني كان الله بعون العراقيين كان الله يعني وعناية الله جل وعلا وعناية الإمام الحسين وعناية أهل البيت هي دائما محط محط لطف ومحط رعاية العراقيين كانوا هم يكونون الأدلة لإرشاد الزوار أنه فوت من هذا الطريق فوت من هذا الجانب أكون هنا مجموعة مثلا من أزلام النظام البائد ومع كل هذه الاحتياطات لكن كنا نقع في الفخ وقدمنا دماء كبيرة وقدمنا تضحيات كثيرة فهذه الدماء يجب أن لا تنسى اليوم علينا أنه ما ننسى هذه التفاصيل وما ننسى أنه الأجهزة القمعية والفترات المتعاقبة التي حكمت العراق هي من تسببت بهذا التشرذم وبهذا التدني أنتقل للصورة الثانية أكتف بهذا القدر وأنوه بإمكان كل أخوة الأخوات المساهمة ومشاركة معانا في حلقة هذا اليوم عن طريق جسور المحبة وجسور التواصل أرقام البرنامج اللي ظاهره في أسفل الشاشة وبرنامج الحسيني واحدنا هو محطة إعلامية لتغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه وما يجري في شوارع الأربعينية الصورة اللي بعدها سجاد خلي أتابعها خليها هذه بالجو وهذه صرخة وصرخة تلبية ونداء إجابة للإمام الحسين وجميلة جدا هذه العبارة اللي مكتوبة يعني فوق هذه الصورة كان هنا وحيدا في ذلك اليوم المأساوي في ذلك اليوم العاشرائي الذي حلت به مصيبة على بيت محمد وآل محمد عليه وعليهم أفضل التحية وأفضل السلام مصيبة ما تشابهها مصيبة ولا تدانيها مصيبة بالتالي عندما استنصر الإمام الحسين في ذلك اليوم والعبارات التي تردد من قبل خطباء المنابر ألا من معين يعيننا ألا من داب يدبوا عن حرم رسول الله وعبارات أخرى وقتل الإمام الحسين وحيدا ولكن بعد اليوم نحن بالألف واربعمية وواحد واربعين هل بقي ذلك الرجل وحيدا؟ هل بقيت عائلة الإمام الحسين وحيدة؟ وبالتالي خلي أرجع إلى عبارة البارحة مريت عليها مرور الكرام حقيقة عبارة تألم وتأرق دائما نجابه أنه أنتم جماعة يا ليتنا يا با ما يخالف إحنا جماعة يا ليتنا ونردد ونتشرف بأن نقول دائما دائما وأبدا يا ليتنا كنا معك سيدي ومولايث نفوز فوزا عظيمة لكن هل إحنا ترجمنا هذه القضية على أرض الواقع اليوم؟ لو لا لو بقينا إحنا فقط مذهب شعارات أو شعب شعارات ما موجود على أرض الواقع يقول إننا ترجمنا هذه العبارة أرقى ترجمة وما جرى في سوح الوغى وفي سوح الحروب وتحديدا في فتوى الجهاد الكفائي والدماء التي قدمت حتى قال أحد الرجال فديوم من اليوم كان عندي تغطية حول برنامج من برامج قناة الإمام الحسين الفضائية فانتبهت أنه في مدينة وتحديدا في مدينة السماوة شفت الحقيقة الجسور مكتظة بصور الشهداء الأعمدة الكهرباء مكتظة بصور الشهداء فسألت قلت لها قلت لها حجي هاي كلها شهداء مطتها السماوة ذولة لو بيهم من المحافظات قال لا عمي ذولة بس ولد السماوة قلت لها طيب يعني اليوم قلت لها أشوف أنه هذا العمود الكهرباء هذا التيل مو صورة وحدة أكثر من صورة يعني أربع صور خمس صور فقال لي عبارة حقيقة أبقى أذكرها وأبقى دائما أذكرها وأركز عليها قال عمي إحنا مو بس علقنا صور شهداءنا على التيول التيولة بعد ما تأخذ وتقاطعات الطرق بعد ما تأخذ والساحات بعد ما تأخذ قمنا نعلك صور أبنائنا على النخل فتصوروا حجم التضحيات اللي انطيناها وإذا كانت السماوة قدمت هذه الأعداد فما بالك بالمحافظات الباقية فبالتالي إحنا مو يعني إحنا لما نقول يا ليتنا كنا معك مو شعوب شعارات مثل ما يتصور البعض الآخر ودائما نهاجم بهذه الطريقة فأتمنى وأرجع عودا على بدء ما ذكرته عندما نجلد بإقامة من الشعار لإمام الحسين رفقا بأبناء جلدتكم فبالتالي هذا الوحيد هذا الرجل الوحيد اللي شفناه بالصورة خلي نشوفها سجاد مرة ثانية الذي بقي وحيدا في ذلك اليوم لا من ناصر ولا معين اليوم لديه ملايين تنتفض الإمام الحسين وربما سنوضح ذلك أيضا في المادة الفيديوية اللي موجودة عندنا أنتقل للصورة اللي بعدها وبعجالة لأنه بدأ الوقت يخلص معاي هذه الصور المعبرة هذه الصور المؤثرة هذه الصور اللي نتمنى أنه تلتقط في طريق زيارة أربعينة الإمام الحسين ذول الشباب وبالتحديدا هذا الشاب المعوق اللي اليوم إحنا ببركات سيد الشهداء ببركات دماء الطف دماء عاشورة نتوسل إلى الله جل وعلا أن يمنى على كل المرضى بالشفاء ونتمنى أن يعني يحظى العراق بعناية ونظرة من سيد الشهداء لأنه الوضع اليوم للمربيه حقيقة ووضع استثنائي يحتاج دعاء ويحتاج توسل إلى الله جل وعلا حتى نجتاز بعض العراقين التي قد تحدث هنا وهناك طريق الحسين لم يقتصر على السالمين اللي عدهم رجليين أو عدهم أديين بل أيضا يعني مثلما كانت هناك تضحيات في سوح القتال أيضا هذه التضحيات موجودة في المواكب وربما إحنا يعني ركزنا على صورة أو صورتين توضح للمشاهد الكريم وبالمناسبة هذه الصور هي ليست للعراقيين لأنه العراقيين متعودين على هذا المشهد يعني إحنا اليوم مو عجيب عندنا معوق نمشي بالشارع أو مقطع أيدية ويلطم على إمام الحسين أو مثلا مرأة كبيرة تمشي بالشارع تعودنا على هذه الأيدلوجية وتعودنا على هذه الصور وأصبح جزء كبير جدا من تراثنا ومن ثقافتنا بل نستغرب يعني البعض يستغرب أنه عجب هذه الزيارة مثلا ما بها مليون معوق سواء كان ضرير أو فاقد إيده أو فاقد رجله لكن هذه الصور هي للعالم باعتبار أنه البث فضائي وأيضا البث الآخر فضائي يعني اليوم الفيسبوك هو أيضا يشاهد من قبل كل العالم فبالتالي نظهر للعالم حجم هذه الشعائر الإنسانية وحجم هذه الشعار العالمية أنتقل للصورة اللي بعدها خلي أشوفها أيضا بنفس الموضوع هذا المعاق يعني اليوم المعوقين خليها بالله سجع اليوم المعوقين مو فقط لا لا رجعوا الصورة رجعوا الصورة حتى تكون الصورة أدق لأن حقيقة هذه الناس تستحق أن تظهر على الشاشة أكثر مما أظهر آني لأن هم ذولة هم ذولة المعزين هم ذولة اللي اليوم نستمد من عندهم قوتنا ونستمد من عندهم جراءتنا بالوصول إلى سيدي الشهداء اليوم كثير من شبابنا مع الشديد لأسف لما تجي الزيارة الأربعينية تقول لي يا بي يلا قال لك ها والله ما بي يحيل والله عندي وضع معين لكن لما نشوف هذه الصور ونشوف هذه المشاهد نستحي نخجل من أنفسنا يعني هذا الشاب المعاق اللي يقطع وما عرف السمينية ومحافظة ربما يكونوا من البصرة قاطع لستمائة كيلو على ذن العكازات اليوم إحنا السالمين معافين عدنا صحة وعدنا رجليين وعدنا أيديين وعدنا تفاصيل كاملة نتعاجز مثل ما نقول لكن ذول الناس نشوفهم موجودين بالمواكب شفنا قبل شوية هذه الصورة الرائعة جدا اللي موجود بالمواكب وشفنا أيضا صورة هذا الشاب اللي يمشي وبالتالي حتى الهيئات يعني اليوم بادرة جميلة جدا سجاد رجع لي بادرة جميلة جدا وحالة التفتولها العراقيين التفتولها الشباب العراقيين بإنشاء مواكب خاصة للمعاقين مواكب خاصة للصم والبكم مواكب خاصة لمن فقد البصر ومواكب خاصة لكل الأصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة شوف عدهم مواكب مثل ما إحنا عدنا مواكب مثل ما الرجال عدهم مواكب النساء عدهم مواكب الأطفال عدهم مواكب أيضا هم لديهم المواكب الخاصة بهم بعد عدنا صور خليشوفوا الصورة اللي بعدها الله خذوهم صغارا ودائما أردد هذه العبارة الكبيرة جدا أخذوا أطفالكم إلى مواكب الإمام الحسين أخذوا أطفالكم في هذا الماراثون الإنسان الكبير نموا هذه الثقافة عد أجياننا لأنه اليوم هم ذول صناع العراق هم ذول صناع المستقبل هم ذول صناع العقيدة هم ذول اللي باشر نخرج بحصيلة أنه ثقافة الإمام الحسين أنشئت عدنا أجيال تحظى بعناية سيد الشهداء وتقيم شعائر سيد الشهداء آخر صورة أتابعها أيضا مجموعة من الأطفال وهذه الصور أنا جدا أحبها حقيقة لأنه اليوم خليها سجاد بالجو هذه الأطفال إحنا ممكن نتسابق الكبار يتسابقون الشباب يتسابقون للتواجد في شعائر سيد الشهداء والأطفال إصرارهم وإندفاعهم أنا متأكد أكثر من عندنا وأنا قلت البارحة مجموعة من الأطفال لأنه آباءهم تبرعوا للمواكب وإحنا ما شاء الله العراقيين اليوم عندنا تكافل اجتماعي وحتى زيارة الأربعين هي تكافل اجتماعي اليوم كثير من الناس المعوزة كثير من الناس الفقراء حقيقة تعيش بسفرة أبو علي مثل ما نقول نحن وهذه الكلمة المحببة ننادي الإمام الحسين بهذه العبارة المهذبة والجميلة اليوم الأطفال من مصروفهم الخاص هاي الربع وهذا الخمسمية وهذا الألف تشوفهم يدخرونه مثل ما ادخروا مصاريفهم وساهموا بيها بالحجد الشعبي وكانوا جزء من المعركة هم اليوم أيضا جزء من المواكب التي تقدم الخدمة لسيد الشهادة هسأروح إلى المادة الفيديوية وإذا كانت عدي اتصالات سجاد بالإمكان أنه نأخذ كل الاتصالات التي تساهم في عزاء المولى سلام الله عليه وتشارك في ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه وتستقبل وتعزي السيدة زينب ويكون عدها حضور فاعل جدا في هذه المناسبات من المقاطع الجميلة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع جدا معبر جدا مؤثر وانطلع بهذا الزمن طلع بهذا الوقت هو رسالة لأنه اليوم حقيقة احنا في العراق كتلة واحدة احنا القوات الأمنية الشرطة أبناء وزارة الدفاع المؤسسات الباقية مؤسسات الدولة الباقية دوائر الدولة كل من يتواجد في هذه الدوائر وهذه المؤسسات هم أبنائنا المشاية أبنائنا الناس اللي موجودة بالمواكب هم أخواننا وأبنائنا أبناء القوات المسلحة هم أبنائنا فبالتالي نحتاج أن نذكر أو يذكر بعضنا البعض الآخر أنه اليوم الشرطي هو أبننا والجندي هو أبننا والمشاية هو أبننا وموجود بالمواكب أبننا وحتى القادم علينا من غير محافظة أو من غير بلد هو يشترك معنا بهذا العزاء وبالتالي هو ابن الإمام الحسين مقطع راقي ورائع لأحد الجنود أحد أبناء القوات المسلحة العراقية البطلة اللي قدموا تضحيات كبيرة وذادوا عن حياظ الوطن وكان لهم صولة وجولة للقضاء على عصابات داعش التكثيرية تعذر عليه الحضور في مجالس الإمام الحسين فبالتالي هو ومجموعة من المقاتلين أقاموا هذا العزاء لكن بطريقتهم الخاصة وبهذا النعي العراقي وبهذه اللهجة المؤثرة جدا اللي حقيقة لما تسمعها تثير بك روح الحماسة وروح العاطفة خلنا نتابع هذه المادة ومن ثم نعود ونواصل بقية المواد المتوفرة اللي لدينا في حلقة هذا اليوم في العيدة انا عاد بصارت يبنم ووجعت وان يا أنا دب صارت يا ابن مؤيا يا وجعي يتوين بقيت وحيد خويا وما لك معي يا يوقع ما يكعل الغاب رأي مطار وحيد والله ونادي 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 أنادي يا نبي أبو الامة أبو الامة يا أبو الامة يا طيب اللبن يا ابن أمي إذن تحية إلى أبناء القوات المسلحة العراقية البطلة أبناء الحجد الشعبي المقدس وتابعنا رح أعلق على هذا الفيديو الحيوي لكن بعد أن أخذ اتصال الأخ أبو محمد من بغداد ألو انقطع اتصال أخ أبو محمد أخذ اتصال أخ سجاد من كربلاء المقدسة سجاد حبيبي تفضل ألو 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 سجاد نحن على الهواء تفضل سجاد حبيبي إذا تسمعني قطع الاتصال بالمناسبة بس يعني ألفة عناية المشاهد الكرام لما يؤمن الاتصال معنا يا ريت اسمعني فقط من التليفون يعني اترك الشاشة التلفزيون لأنه يوجد فرق ثواني في البث فبالتالي لما لا رح أقدر أسمعك ولا رح أنت تسمعني بشكل جيد فيكون سماع الحوار اللي يجري بيني وبين أي أعزائنا أي أحبتنا من أخواننا أو أخواتنا يعني اسمعني فقط عن طريق التليفون سجاد من كربلاء أعود الاتصال قال له سجاد حبيبي تفضل سجاد حبيبي سجاد أسمع أكاني بشكل واضح تفضل ألو سجاد إحنا على الهوى ألو سجاد فضل سجاد حبيبي انقطع الاتصال مرة ثانية مرة ثانية أنوه يعني لما يؤمن الاتصال معنا اسمعني فقط من الهاتف النقال محمول بس من التليفون لأنه أكو فرق بالبث يعني فرق ثلاثين ثانية يعني مو ما أتحدث به الآن ربما يظهر عندك بالشاشة بعد فد كم ثانية عشر ثوان خمسطعش ثانية فخلي الحوار يكون فقط من الهاتف فقط من التليفون عاود الاتصال أبو محمد من بغداد أم محمد أم محمد أم محمد أم محمد من بغداد ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله عظم الله لكم الأجر والسواق إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعظم أجركم وموفقين يا رب إن شاء الله يتقبلوا من الجميع أبو محمد وعلى هاي القبة المنورة الشريفة الوراق الذهبية قبة أبو فضل عباس يا رب إن شاء الله بارك الله بكم على هذا البرنامج توصلون فكرة وصورة للمجتمع ووصلون من ثالث الفتين عليه السلام بارك الله فيكم تسلمين أم محمد ومشكور أستاذ أحمد شكراً شكراً جزيلاً بارك الله فيكم لا تنسونا من الدعاء أم محمد إحنا إلى دعاءكم أحوج وإحنا ببركات سيد الشهداء منه؟ من فاطمة؟ فاطمة من ميسان أهله يا فاطمة أهله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله عظم الله لكم الأجر يا رب إن شاء الله يعظم أجركم وموفقين إن شاء الله عمو أنا فاطمة من ميسان عمو أم فاطمة أهلاً وسهلاً ومرحلة نسمع المشاركة يا علي والله لو بالسيب قطعه وراسي تبقى كلمة يا علي بأنفاسي والله لو تركون أخوتي وكل هني والله لو أتقطع بحب الولي يبقى كل جسمي ينادي يا علي غير حيدر غير حيدر ما منك إحساسي لو أظل وحد وتعاديين البشر كلها ضده تصير ما أحفظ الخطر وهم أنادي يا علو فدوى النحر وهم أنادي يا علو فدوى النحر انتروه وهيبت وكل ناسي حب علي نعم نزلت من السمة ومو شريف ما يحب حامل حمث ها كلمة شيعك تذهب دمه من محدك ارتفع الله فيه أنا مو طبع مراء ولا جبان أنا مو طبع مراء ولا جبان أنا ثروة طائمة كل الزمان منهج معروف والدنيا امتحان وأنا حب المرتضى مقياسي احنا من هذا البشر موقف نريد لو يوالح تين لو ينطر يزير واحنا ما ننزل أبد مثل العبيد رافضوا للسار لا ما ناسي رافضوا للسار لا ما ناسي أحسنتي فاطمة أحسنتي اللهم صلي على محمد وآل محمد شكرا جزيلا يا فاطمة وتحياتنا لكل أهنة في محافظة ميسان الحبيبة أخذ اتصال قطع أرجع إلى المادة قبل شوية تابعنا هذا البطل العراقي ومثل ما هي يعني مثل ما هي عادة أبطاننا وأبنائنا بالقوات المسلحة البطلة تشوفهم في السواتر تشوفهم متواجدين بالمواكب أيضا تشوفهم هم عين ساهرة من أجل حماية شعائر المولى سلام الله عليه وانتشارهم كبير جدا في الشوارع المؤدية إلى مدينة كربلاء يؤمنون هذا الطريق الرابط بقبر سيد الشهداء والذي يتحول إلى روضة من رياضة جنة هسا أروح إلى العزاء في دولة من الدول اللي تتقاطع معانا بنوع من الثقافة تتقاطع معانا باللون ربما تتقاطع معانا في اللغة لغتنا غير لغتهم عاداتنا غير عاداتهم أعرافنا غير أعرافهم تفاصيلنا شعب وهذه نحن اليوم شعوب عربية عربية ثقافة ما تشبه ثقافة على مستوى العراق ربما أيضا عندنا عادات تقوص تقاليد تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى بيئة الفرات الأوسط تختلف عن الجنوب تختلف عن الغربية تختلف عن الشمال لكن لما تصل إلى سيد الشهداء فإنها يعني كلها تتوحد بتحت راية لبيك يا حسين لبيك يا سيد الشهداء هذه الدولة خلينا نتابع المادة وبعد ذلك نرجع نتوقف عندها أنا البارحة لأنه ضايقنا الوقت وإتصالات كانت كثيرة جداً ما قدرنا نأمنها كلها بشكل جيد تركت موضوع مهم لكن أتمنى أنه بعد أن نتابع هذا المقطع أتوقف عندها خلينا نشوف أترجعكم 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 شكراً كذلك شعيف وأترجعكم وموضوع ومهزة وجذاً ومعروف جزئ ومعروف تساوية وشائبي في خيافي ومجه نازع تاحي النفسية وهي بدارة كلفة أذر المستمع مشاهد الكرام رجعنا معاكم وأخذ اتصال الأخ وليد من كربلاء وليد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث وليد حبيبي الله يحفظ دعواتنا لك بالتوفيق وبالحفظ لك العائلة الكريمة يا رب ان شاء الله توفيق للجميع والحفظ والأمن والأمان للجميع أيضا وليد شكرا جزيلا حبيبي فضل أوذا عدك شي تريد ضيفة بلي وليد شكرا جزيلا الأخ وليد أخذ اتصال الأخذ زينب من كربلاء أيضا ألو يا زينب يا ألو الأخذ زينب زينب من كربلاء أهلا وسهلا ومرحبا ألو 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 نعم أخذ زينب نحن على الهواء أسمعك موواضح الصوت تعليلي عن التلفزيون سينب إذا ينم الجهاز التلفزيون أو نصي وبتعد رسوية عننا حتى أسمع بشكل جيد موواضح الكلام قطع قطع الاتصال أكو عدنا الاتصال تحولي لو أرجع إلى عزاء أمريكا خلي أرجع إلى عزاء أمريكا قبل أن نروح إلى المقطع الآخر تابعنا طبعا بالمناسبة المقطع طويل جدا لكن إحنا قطعنا مننا أعتقد دقيقة ونص أو دقيقتين واللي شوفنا للمشاهد هم منه يعني ما يتجاوز الأربعين ثانية حتى المقطع قطعناه بسبب الاتصالات اللي انتبه إلى قضية هسا نحن نعرف أنه هذا العزاء في شوارع أمريكا اللي انتبه للتصوير وطريقة التصوير سجاد ممكن نعرضه بدون صوت حتى أعلقوا ياه ممكن إذا نقدر نعرضه بدون صوت ونتابع نشوف التصوير طريقة التصوير أحسنت جيد طريقة التصوير بسيارة قاعد يصور وشوف السرعة اللي موجودة بالسيارة واللي ينتبه هو يشوف هذه السيارات السود اللي موجودة اللي مكتوب عليها كلمة بوليس يعني شرطة من خلال هذه السرعة بالسيارة تصوروا حجم العزاء وحجم الأعداد الموجودة في هذا العزاء هاي نقطة أولى ثانياً هذه السيارات اللي قلت عليها هذه المسيرة هذه المسيرة اللي ما أعرفش قد تخلوا لهرقهم مسيرة في شارع كبير وشارع طويل ومسيرة عريضة جداً وأعداد كبيرة فيها وتحمى من قبل الشرطة الأمريكية وقلتاني قبل المقطع قلت إنه إحنا يعني أمريكا ما نرتبط ياهم غير بس قضية وحدة فقط بالإنسانية وإلا ما رد عيدوا أسقل إنه نختلف بتفاصيل كثيرة جداً لكن الواعز الإنساني يرتبطون بمعانا ويؤمنون حماية هذه الشعائر بينما اليوم إذا نروح إلى دول عربية دول مسلمة تقوم بقمع وإبادة شعائر للماما حسين سلام الله عليه والأخت زينب من كربلا ألو ألو زينب نعم أقا حسين بلي أسمع الكلام فضلي صاح الزينب من صوت يا حزين بلي يا زينب أخذ زينب أكملي كلامك قطع مرة ثانية قطع لتصال يعني ما أعرف أسا الشبكة وتفاصيل الشبكة فبالتالي يعني اليوم عيب والله عيب وخجل يعني إلى متى نبقى بهذه العقلية وهذا الانزواء أنه اللي يريد يقيم لمجلس تحاربون اللي يريد يطلع يلطم تحاربون اللي يريد وتهدون على الناس بالمدرعات وتهدون على الناس بقمع بطريقة بشعة جدا زينب زينب هو اليوم الشعائر الإمام الحسين السلام الله عليه هي شعائر الله والإمام الحسين هو ابن بنت رسول الله وتنتمون أنتم شئتم أم أبيتم تنتمون لسيد الشهداء تقبلون ما تقبلون بل في بعض الأحيان تحتاجون ثورة سيد الشهداء من أجل خطاب شعوبكم زين ليش لما تصل إلى شعائر الإمام الحسين تقمع بهذه الطريقة العدوانية عموما هسا أروح إلى الغابات ونرى ماذا يجري في الغابات وبالمناسبة قبل أنروح للمقطع ترى الإمام الحسين سلام الله عليه ما محتاج ما محتاجكم ولا محتاج وقوفكم بشعائره ولا محتاج حماية زواره ولا محتاج أنه تكونون مساهمين في في إيقاد هذه الجذوة هذا الإمام الحسين عنده أنصار في كل أسقاع الكرة الأرضية مسلمين وغير مسلمين عرب وغير عرب سود وبيض أشكال وألوان الكرة الأرضية اليوم كل الكرة الأرضية تضج بعبارة لبيك يا حسين كلها تنادي لبيك يا حسين وراح نشوف أنصار هذا الرجل اللي كان وحيد في ذلك اليوم شوفوا أين يتواجدون وشوفوا طريقة العزاء التي تؤدى لسيد الشهداء خلين تعبئ بسم الله الرحمن الرحيم یا حسين یا حسين یا حسين يا حسين مماتنا حياتنا لباك يا حسين السلام عليكم پا ما شاء الله ما شاء الله سلام مماتنا حياتنا ماشاء الله سلام عليكم لباك يا حسين لباك يا حسين ما شاء الله لباك يا حسين ايضا مشاه الكرام تابعنا هذا هذه المقاطع المعبرة هذه الجماهير الحسينية هذه الجماهير سيدي الشهداء هذه الناس اللي تنتفض للإمام الحسين بدون سابق انذار بدون دعوة ماكو واحد يقولهم يلا هم من تلقاء انفسهم وشفنا الاعتقد البارحة ايضا مقطع من المقاطع النادرة والمهمة جدا في افريقيا كيف يقيمون مآدب الامام الحسين ويطعمون الطعام لهذه الناس ومع العلم احنا نعرف انه الوضع في افريقيا يختلف عن وضع آسيا وهي هذه يعني هذا التفاوت الطبقي هذا التفاوت المزاجي والثقافي واللوني كله يأثر على ثقافات الشعوب وانا متأكد بهم يعني شفنا واحدة من العجايز يعني عمرها يمكن يصل الى السبعين اثماني سنة انا متأكد هذه المرة اليوم يعني يمكن امنية من امنياته انه تصل الى مرقد سيد الشهداء اللي نتمناه وهذا ما يصير طبعا لانه التمني رأس مال المفلسين النقطة رأس السطر لكن لكن هي غصة في القلب الى الحكومات السماح لهذه الناس التعامل الانساني مع هذه الناس من اجل انه تصل الى تحقيق امانيها وتحقيق جزء من ثقافتها الانسانية وثقافتها ثقافة معتقداتها الناس انا متأكد كثير من عندهم الان لو سمح المجال وشفنا المسيرة يعني مسيرة طويلة في غابة من غابات افريقيا ومثل هاي الغابة يمكن بنفس البلد ايضا غابات اخرى ونفس هذه الحشود او وهيش مرور بسيط ذول الان يعني هذه المسيرة يمكن تعادل تعادل تعداد دولة من الدول المجاورة اللي تقمع عزاء سيد الشهداء فنرجع الى كلمة انه الامام الحسين ما محتاجكم ما محتاجكم تحافظون على الشعارة هذه الجماهيرة هذا امتداده هذا عمق الستراتيج الشعبي هذا العمق هؤلاء هم المعول عليهم وليس انتم لكن جقد محرومين من زيارة الامام الحسين بسبب اوضاعهم المالية بسبب اوضاعهم الاقتصادية بسبب يعني اوضاعهم السلطوية ربما ايضا لكن مع ذلك ما محتذكر الامام الحسين ولا اندث ذكر الامام الحسين فلاحد يصور انه الحسين مرتبط بشخص معين او مرتبط بحكومة معينة انه هاي الحكومة والله ترعى الشعائر هي خلاص انتهت بعد صاحبة فضل على الحسين لا قضية اكبر من ذلك وابعد من ذلك واكبر مما تتصورون ونتصور اروح الى شعب اخر ودولة اخرى وتحديدا في الباكستان ونتابع عزاء الامام الحسين سلام الله عليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذن مشاهدين الكرام تابعنا هذا الاتصاق الروحي وهذا الاتصاق المعنوي بسيد الشفاداء سلام الله عليه والشعب شعبك يا حسين وإن يكن فيه الطغاة ظالم تجبر مهما يحاول الطغاة وتحاول الأنظمة القمعية وتريد بصورة أو بأخرى حرف المسارات الحقيقية عن جادتها بالتالي بمرور الأيام بمرور الزمن يعني تعود هذه المياه إلى مجاريها ويعود الطريق وأعتقد في بعض الأحيان بعض أدوات المنع ساعدت في انتشار عزاء سيد الشهداء والدليل اليوم احنا عدنا حسينيات في لندن حسينيات في أمريكا حسينيات في الصين حسينيات في كل دول العالم رادوا يمنعون عزاء الإمام الحسين في كربلاء انولد بالصين رادوا يمنعونه في النجف انولد بأمريكا رادوا يمنعونه بالكاظمية انولد بريطانيا بالتالي انتبهوا انتبهوا انت تتحد داما انت ويامن جاي مثلا تطلع حيلك هذه قضية يعني هذه قضية سماء قضية الله جل وعلا انت يعني يعني احنا مرات باللهجة الدارجة واسمحوا لي انه اتكلم بهذه اللغة احنا مرات لما نريد انعيب على واحد نقل له عم انت ويامن جاي ادقراسك او يامن تتناطح انت ويامن انت قرنك شنو انت قرونك طين اذا كانت قرونك طين لتتناطح ويا واحد قرونه حديد هذه امثلة احنا بينات ننسوقها فما بالك بواحد جاي يريد يندق بالسماء اتمنى يعني يعني يا ريت انه الانظمة والحكام والسياسيين وكل من في هذا الركب ياخذ عبرة من المستقبل ياخذ عبرة من الماضي ذاك وين وهذا وين وين الناس اللي حاولت وين اللي حفره وقبر الحسين سلام الله علي وين هارون الرشيد اللي راد يحفره بالمي والمأمون وهالنمونات التعيخية وصولا الى اخر اخر مرحلة هي مرحلة النظام البائد اللي اللي عمل جاهد انه يعني مو فقط يمنعها بل طشرنا طشر الشيعة لكن شنو الثمار اللي جينيناها منها بقي الحسين سلام الله عليه وهذا هو الآن قبته تناطح السحاب وتضيء في كل أسقاع الكرة الأرضية وأنصارة أيضا في كل الكرة الأرضية وولدت بدل هذه القبة ولدت قباب الآن الحسينيات هي قباب للإمام الحسين والمساجد وهذه التكيات وهذه هي قباب وهي منائر للإمام الحسين تضيء درب المجتمعات أروح إلى آخر مادة وتحديدا في تايلند خلي شوف عزاء الإمام الحسين سلام الله علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأننا اليوم محتاجين هذه المادة الحية اللي نقول يا شبابنا يا أخواننا يا أعزائنا المدونين الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي وتعديدا في موقع الفيسبوك يعني خلوا الناس تشوف هذا العزاء خلوا الناس تعرف بهذا العزاء لا يختصر القضية أنه ترى بس بكربلة ترى الشيعة يوم قليلين بس بالعراق موجودين لا عم الشيعة مو قليلين الشيعة تارسين اليوم الكرة الأرضية وعزاء الإمام الحسين مو بس عدنا أو بالنجف أو بالكاظمية أو بالناصرية أو بالبصرة ذول كلهم ذول كلهم هم أنصار الإمام الحسين ذولا كلهم هم زوار أربعينية الإمام الحسين لو فتح المجال لهذه الحشود لحقيقة تحولت زيارة أربعينية الإمام الحسين إلى مئات الملايين مو عشرين مليون وخمسة وعشرين مليون وثلاثين مليون لا 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 إلى أرقام نفاجأ بها لكن بسبب الأنظمة بسبب الأوضاع الاقتصادية بسبب وضع الناس العام بشكل عام يمنعها من الوصول إلى سيد الشهداء فهذا ما يسمح بوقت البرنامج شكرا لكم على حسن الإصغائي والمتابعة سيبقى الحسين سلام الله عليه ما بقينا وبقي الليل والنهار ونبقى على هذا النهج وعلى هذه الهمة وعلى هذا الطريق وفي إحياء شعائر المولى سلام الله عليه وإحياء ذكرى أربعينيته والمشهد الأخير الذي سيكتمل فيه زيارة أربعينية المولى في يوم العشرين من صفر عندما تقترب السيدة زينب سلام الله عليها بمعية سيدي أموالي الإمام زين العابدين سلام الله عليه وأهل البيت في ذلك الركم عند ضريح سيدي الشهداء شكرا لكم على حسن الإصغائي والمتابعة أهلا وسهلا ومرحبا بكل زوار أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه الحفظ والأمن والأمان لكل أبناء العراق لكل المحافظات العراقية لأنه هناك وضع استثناء اليوم عندنا في العراق نتمنى الأمن والأمان والصحة والسلامة لكل أبناء العراق كل الأطياف العراق كل ديانات العراق والشكر موصولا لكم أحبة المشاهدين وإلى نلتقي معكم في حلقة قادمة في يوم غد تمام الساعة التاسعة إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر